أهلا وسهلا بكم إذن بعدما تعرفنا في الدروس السابقة على أنظمة العد ومفاهيم عناصر النظام والأساس وخالصنا في النهاية لماذا هذه الكتابة هنا أعلى صحيحة نمر الآن لدروس حول تحويل الأعداد من النظام إلى آخر وسنبدأ بتحويل الأعداد من النظام العاشري للنظام الثنائي إذن درس جديد درس جديد نكتب كعنوان النظام العاشري إلى النظام الثنائي نأخذ مثالين ومن خلال هذين المثالين سنقلص في النهاية إلى تقنيتين تمكننا من فحص هل أو اختبار هل النتيجة المحصلة عليها بعد التحويل خاطئة أم لا إذن أخذ مثال أول العدد الثمانية عشر مثلا في النظام العاشري نكتب هكذا نظام عاشري كم يساوي في النظام الثنائي إذن الطريقة هي أنني كما رأينا في درس التعريف هي أني أقوم بقسمة العدد على اثنين بصفة متوالية أكتب أجل الخارج هنا لدي تسعة الباقي تسعة في ثنين ثمانية عشر من ثمانية عشر صفر ثم أعيد القسمة على ثنين تكون النتيجة أربعة والباقي واحد أربعة في ثنين ثمانية من تسعة واحد ثم أعيد القسمة على ثنين فتكون النتيجة هي اثنين والباقي صفر ثم أعيد القسمة على ثنين فتكون النتيجة هي واحد والباقي هو صفر وأعيد القسمة مرة أخرى على ثنين حتى أصل إلى خارج يساوي الصفر كما هنا والباقي يكون هو واحد صفر اثنين صفر umm21 وابتل التمثيل لعادة ثمانية عشر في النظام الثنائي يكون إذاً ثمانية عشر في النظام الثنائي هو كم العدد في هذا الاتجاه إذاً من أسفر إلى آلة واحد صفر صفر واحد صفر إذن هذا هو تمثيل العدد الثمانية عشر في النظام الثنائي نأخذ مثال آخر مثلا أخذ العدد خمسة عشر هنا العدد خمسة عشر نفس الطريقة أقوم بقسمته على اثنين فأحصل على كم؟ سبع أكتب بلون الأزرق سبع والباقي واحد ثم أعيد قسمته نفس الطريقة على اثنين أحصل على ثلاثة والباقي واحد ثم أعيد القسمة على اثنين أحصل على واحد والباقي واحد ثم أعيد القسمة على اثنين أكتب بلون الأبيض القسمة على اثنين فأحصل على الخارج سفر والباقي واحد جالي يكون العدد خمسة عشر في النظام العشري يساوي كم؟ وفي هذا الاتجاه واحد 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 أربع مرات واحد 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 في النظام الثنائي هنا لا أقرأ العدد 1111 إنما واحد 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 في النظام الثنائي إذن من هذين المثالين يمكن أن نستخلص أيضا تقنيتين تساعداننا على معرفة هل نتيجة التحويل صحيحة أم لا أول شيء ألاحظ العدد هل هو زوجي أو فردي لو كان العدد الزوجي فبالضرورة يجب أن يكون آخر رقم في النظام الثنائي سفر لأنني حين أقوم آخر رقم هو هذا وهذا آلة حين أقوم أول مرة بالقسمة على اثنين لو كان العدد الزوجي يجب أن يكون الباقي سفر إذن ألاحظ هل العدد الزوجي لو كان العدد الزوجي يجب أن يكون آخر عدد في تمثيله في النظام الثنائي يساوي سفر لو كان واحد أعرف أني أخطأت في التحويل لو كان فردي مثلاً كـ 15 يجب أن يكون آخر عدد يساري واحد لأنه حين أقوم أول قسمة على اثنين عدد فردي على اثنين الباقي سيكون واحد تالي يجب أن يكون هنا واحد تقنية أخرى هو أني أقوم بعد كم وحدة لدي لدينا هنا أربع وحدات وبالتالي العدد الذي قمت بتحويله يجب بالضرورة أن يكون أصغر من العدد اثنين أس أربعة لأن اثنين أس أربعة أمثلها بواحد هذه اثنين أس أربعة يجب أن تكون أكبر من هذا العدد وبالتالي كما قلت العدد الذي أمثله يجب أن يكون أكبر من العدد اثنين أس عدد وحدات هذا الرقم هنا اثنين أس أربعة تساوي ستة عشر بتالي ستة عشر أكبر من خمسة عشر بتالي أعرف أني لم أخطأ أو على الأقل بس مخطئا في عدد الوحدات التي قمت بتمثيل العدد بها يعني تقنيتين بانتباه لها لعدد فردي أو زوجي وأيضا لعدد وحدات أو عدد الوحدات أو الأصفار في أن العدد بالنظام الثنائي يجب أن تكون أصغر من اثنين أس أو كما قلت العدد يجب أن يكون أصغر من العدد إثنين أس عدد الوحدات كما هو الحال هنا هناك تقنيات أخرى طرق أخرى ربما أسرع لكن سنبقى في المراحل الأولى بالنسبة للأنظمة الجميعية تتعرف على هذه الطريقة عن طريقة القسمة وتقنيات بسيطة بعد انتهاء منها يمكن أن نمر لتقنيات أكثر نوعا ما أكثر تعقيد لكنها أسرع كما سنرى والدرس المقبل سنرى كيفية التحويل العكسي من النظام الثنائي للنظام العشرين إذن إلى اللقاء في الدرس المقبل